التيار الصدري، الإطار التنسقي، الأحزاب الكردية، تحالفات تتبعها مفاوضات تعرقلها انسدادات معادلة معقدة أنجبت من رحم انتخابات ولدت أزمة على الطاولات لم تفرز الانتخابات حكومة جديدة بمرور عام كامل على إجرائها تلك التي ناد لها الشارع بالمبكرة وغاب تشرين ثم عاد تشرين ودخل من الحزبيين والمستقلين والمعارضين ثلة في برلمان خامس لم ينجز في أكثر من 17 جلسة سوى نتيجة تنسداد في تحقيق مرحلة انتخاب رئيس الجمهورية بفعل أزمة الكتلة الأكبر والتي ولدت بدورها تيار معارضة للتوافقية باحثا زعيمه عن حكومة أغلبية وطنية ليرفض أركان البيت الشيعي باسم الإطار التنسقي بعيدا عن الصدر متجهين نحو تشكيل حكومة بمرشحهم السوداني في خيار سمي بالتوافقي إذن قرأ المراقبون والمحذرون والدوليون على طاولة الحوارات الوطنية وأكثر من 15 مبادرة حبكها سياسيون مشهد المعقد والحوارات الدولية كذلك قرأ جميعهم نتاج انتخابات كان يفترض أن تغير في موازين المعادلة لكن التغيير كان في المقاعد وحسب قرأ المحللون أيضا أن القوى السلطوية رفضت الإصغاء لأصوات أغلبية الجمهور المقاطع للانتخابات فأرادت العودة إلى التوافق بين الزعامات على من يفوز بمنصب رئيس الحكومة الجديدة أو بعض منها على ضمان حصص من موارد الدولة وانتقلت من الطاولات أزمة الانسداد إلى الشوارع والساحات برائحة الموت والارتباك وتصفية الحسابات عام كامل عمق انهيار العراق إلى هوية فقدان بوصلته السياسية التي قهرت طموح الفرص الاقتصادية والأمنية إلى مجهول لا يعرف من سيكون بيضة القبان فيه ليعيد ولو قليلا من اتزان يبحث عنه العراق في الوقت بدل الضائع ما بعد عام من تبعثر أوراقه أو حرق كثير مما فيها من مستقبل يبحث عنه العراقيون